حدثنا مستمر وده كان آخر فاصل في الفقرة دي مع كابتر حسين شكري نجمى الأهلي السابق يا كابتر حسين طب ما تيجي كده بدلا ما نخش في التفاصيل المقررة نعمل مقرنة شوية ما بين جيل حضرتك والجيل الحالي والصعوبات اللي كنا أنا وكريم من نأشك فيها من قبل الفاصل يعني من شوية فكرة هنا دايما الكلام على أن أنا مضغوط طبعا النادي الأهلي اللي بيواجه ما فيش نادي وأتحدى ونتحدى كلنا يعني نادي بيواجه كل هذه الظروف والضغطات والأجواء الغير تماما يعني سليمة المفروضة علينا للأسف الشديد وإحنا بنتقبلها مع يعني حنعمل إيه وبين برضو فترات الضغطات اللي كانت على أيامك وعلى جيلكو زي كان هناك بيتم التصرف وازاي دلوقتي يعني خلينا نعيش شوية نوستالجيا برضو معك ابتر حسين يعني هنقول كل ما الوقت بيعدي يعني الظروف دي الوقتي في السفريات والكلام ده كله ممكن تكون أفضل مننا احنا شوية أوكي يعني انت دلوقتي ممكن الفرقة ممكن موضوع طيرة خاصة دي بقى سهل شوية طيب بقى دي حاجة اللي صالح الجيل الحالي بزبط الاستشفى موضوع أفضل شوية لدرجات الاستشفى والعلم دلوقتي أفضل بزبط التغذية الكلام ده كله عن أيامنا احنا كان أفضل أكيد الرواتب مفيش مقارنة الملاعب النقطة دي بتعمل كريم قاعدة يعني خلي دي آخر حاجة لا خلي دي آخر حاجة لا أمو ما شاء الله هقول لحضرتك حاجة برضو موضوع المرتبات وكلام ده كله معلش برضو الناس دي تستاهل يعني انت كام واحد في مصر مميز أو هو بيحرم نفسه وهو شاء الله هو جيل كله بكاتش هوه في كابتر إسين لا يعني احنا جيلنا برضو كنا كويسين وكل حاجة بس كانت الظروف على 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 الأد اللي لقنا فيه يعني واخد بحضرتك زي آه مش هنقول مبالغ ما كانتش بالمالين أو بالشكل دوت أو الكلام ده كله الحمد لله رب العالمين بس كانت الأمور برضو مش مش يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة يعني المتين ألف جنيه مثلا زمان كانوا ممكن يجيبوا مثلا شقة أسروا بأسروا عربية لا مش ممكن يجيبوا عربية دلوقتي انت عشان تجيب عربية كويسة بيبقى المؤدم بس تبقى الأمور صعبة بالزبط كده فدلوقتي مش عايز أقول الرفاهية الظروف أحسن ليهم في الانتقالات في الكلام ده كله في المادة في كل ده كويس احنا على يامنا الأمور كانت صعبة شوية الترجمة الصف politically مـاتقawan الهدن جميع الترجمة